بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الدرسة بتاعنا عن الحق ده الركن الخامس من أركان الإسلام الركن ده برضو خاص بالناس القادرة يعني هو مفروض على كل مسلم بالغ يعني كبير عاقل وقادر لازم يكون عنده قدرة مادية طب لو أنا ما عنديش قدرة مادية يبقى خلاص مش مفروض علي الحق حتى يتوفر معي المال للحق الحق ده ركن مهم جدا لأن كل الحجاج بيجتمعوا من كل بقاع الأرض طبعا الحجاج دول مختلفين البلاد مختلفة اللغة اللون بتاعهم حتى مختلف فبيتعرفوا أثناء موسم الحج في مساواة في الحج أمام الله سبحانه وتعالى أن كلهم بيرتدوا نفس الملابس وهي ملابس الإحرام دي ليها شروط معينة وكلهم بيعملوا نفس المناسك ونفس خطوات الحج بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم الحج له ثويب عظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن نحفظ الحديث ده برضو مهم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متى يكون الحج مبروراً؟ هما الشروطة التي يجب أن يتوفر فيها حتى يكون حج مبرور أول حاجة القيام بين كل المناسك اللي ربنا فريد على هذه هنعرفها بعد شوية الاكثار من ذكر الله طول الوقت نذكر الله سبحانه وتعالى كتير الالتزام بحسن الخلق وترك الخلافات حتى لو حد بيني وبينه خلافة أنا بتركه وبنسيه علشان أنا بركز بس أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني هذه العبيدة